حدثنا وكيع عن بشير بن سلمان عن القاسم بن صفوان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم حني عل بن عبيد حدثنا أبو إسماعيل يعني بشيرا عن القاسم بن صفوان الزهري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بصلاة الزهر فإن الحر من فور جهنم